وفي خبرنا الثاني عقد مدير فرع تابعة الغاز المسال في منطقة الشعب الصناعية التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية المهندس أحمد البداح عقد أولى الاجتماعات التنسيقية الثلاثة المقررة مع عموم مدراء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك لمناقشة الآلية الجديدة لتعزيز مبيعات استوانات الغاز البترولي المسال في السوق المحلي وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة قيام الجمعيات التعاونية بالعديد من الأمور المهمة بهدف تطوير المبيعات والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين